سلام الغيوب حنّن القلوب بالمحبة النال سعادة الإنسان بالتوبة من الذنوب تتفرج الكروب بالبس مع الشيفاء نفارق الأحزان وبأطيب الكلام تتواصل القلوب حابنا نوصلوا ونحكيوا على الخطوبة ولكن شاب وشابة تعرفوا على بعضهم عداوا الوقت لكل ماشين جايين في الشارع يدخلوا للمقاهي يحكيوا مع بعضهم سكايب ويبعثوا مع بعضهم اس ام اس يعملوا مع بعضهم فورفين متاع شركات الاتصال يدخلوا في شبكات التواصل الاجتماعي يحكيوا سنوات ما حابوش يخطبوا حابنا نقدموا في مشروع الخطوبة ولكن ما تمش إن شاء الله اليوم نوصلوا للخطوبة بيتم معناه علش نحكيوا عن الخطوبة؟ لأن الخطوبة هي تعدينة للزواج وقلنا أن الزواج هو المثال الأعلى الذي يخلق مجتمع فيه عائلات بيناتها نسب بيناتها مصاعرة وقرابة وإذا بها تتآلف القلوب ونتعرف على نسابنا ونساب أخوتنا ونساب أولادنا ونساب ابناتنا وتولي مجتمع كله متماسك في نسيج مبني كله على التقوى مبني كله على علاقات فيها تواصل للقلوب في الحلقة اللي فاتت شوفنا فيها كيفاش نوصل للخطوبة؟ أشكون من ضيوفنا الكرامي ذكرنا شنوى الطريق ليوصل إلى الخطوبة؟ عبد الكريم فضل بسم الله الرحمن الرحيم شوفنا في الحلقة الفارتة اللي التعارف للخطوبة يتم بعدة طرق وفي عدة أماكن وكنا نجمون قسمهم الزوز أقسان رئيسيين القسم الأول هو إنسان عنده برنامج متاع خطوبة وعنده برنامج متاع زواج وخرج يبحث على شيء يسئل على أصدقاء وخدمة في عائلته وعنده نية باش يتعرف على إنسان ويكمل معه مشوار الحياة والقسم الثاني هم التعارف بطريقة تلقائية زوز من الناس يخدموا مع بعضهم وإلا زوز من الناس يقرأوا مع بعضهم وإلا في موقف من المواقف تعرف على إنسان عجبه وواصل معه مسيرة الحالة الثانية هذه القسم الثاني ماهوش ديما ديما توصل العلاقة التي تتوجب خطوبة والتي تتوجب بزواج نقوله في أغلب الحالات ما تتوجش في أغلب الحالات تتحل العلاقة وما توصلش للزواج نقوله في كل الحالات احنا ربي خلقنا باش نتعارف خلقنا شعوب وقبائل ومتوزعين في العالم باش نتعارفوا وعطانا شرط باش تنجح العلاقة هذية شرط هذية مذكور في صورة الحجورات وحتى ربي سبحانه وتعالى أكرمنا على قد ما نكونوا احنا ملتزمين بك شرط هذك على قد ما العلاقة متاع الناس تنجح وعلى قد ما ربي يكرمنا سبحانه وتعالى شرط هذية هو التقوى الله إن تعارفوا على بعضنا لازمنا نتقيوا الله في بعضنا وهو نجم سي اسماعيل ليقرانا من سورة الحجورات الآية اللي ربي ربطت فاها التعارف بالتقوى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وقبائل واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيل برك الله فيك شزاك الله خيرا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مهوش إن أكرمكم عند الله أغناكم إن أكرمكم عند الله أجملكم أبدا وإنما أتقاكم اللي خاف ربي أكثر برك الله فيك سي عبد الكريم على الربط بين التقوى والتعارف المشكلة في العلاقة اللي حكى لها عبد الكريم اللي هي قد توصل الخطوبة راجل امرأ شاب وشابة عرفوا لبعضهم يا إما في المعهد يا إما في الكلية يا إما في الشارع يا إما في العمل وما خمموش ما عندهمش النية من الأول أنهم تعزواج وكثيرون هم الذين يسيرون في هذا الطريق وما يعرفوش وين يوصل وما يخمموش ممكن حتى التفكير أصل في الزواج ما يخموش فيه وهنا المرأة هي الخاسرة لأنها هي الضحية لأنها قد تكون شابة ما أخذتش تجربة في الحياة ما يش فاهمة شنو أخطار هذه العلاقة حتى على سمعتها لأنه الرجل الوقت يتزوج بعد كان يرى مرأة كثر عليها رجال والأصحاب ومشيان وجيان في الشارع فقد يقول هذاك خطيبها ولا ذكرها وصديقها فبالتالي ما يحبش يخطبها وهذاك علاش ماذا بها هي تكون اللي حافظة لهذه العلاقة هي الحافظة لهذا السر اللي عندها بينها وبين الله لهو أنها تكون بعيدة على كل العلاقات مشوبة بعاطفة وبخلوة مع رجال وكل شيء ثم مسألة أخرى هي النية أنه السيد اللي ماشي بش يخطب هو يبحث على امرأة ثم نية أنه بش يخذها وذلك علاش يمشي بنية الخطبة يمشي بش يشوفها ولا يمشي يسأل عليها أما اللول اللي عامل صديقة في المعهد صديقة في الكلية ولا في العمل نية الخطبة ما ثماش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ما يقوم العمل لما تقوم معها نية كان ثم نية تعزواج قد ربي يوفقهم ربي يوصلهم كان من اللول النية ما ثماش خاصة عند الرجل اللي هو في الغالب يكون أناني في العلاقات هذه وبحكم ثقافة كاملة بحكم دراسة بحكم الأفلام ليشوفها له أعطيه كفاش يغزو قلب المرأة أعطيه كفاش يكسب بأزيد مرأة ويعمل معناه بين قوسين فتوحات أن يتعرف على واحدة واثنين وثلاثة واربعة وهذا ككل دليل على قوته هو على الجاذبية وقوته هو على الكسب أكثر ما يمكن من قلوب النساء ثم مصيبة أخرى أن بعض الفتيات حتى هي دخلت في نفس الفكرة أنها كيفاش تعجب الولاد فتولي الطيح في القلوب قلبا بعد قلب الآخرين لهي قوية وجميلة وغير ذلك ناسية نية للزواج في ذهنها ولا نية الخطوبة في ذهنها بالنسبة للسيد اللي تعرف على طفلة ومعندوش نية الزواج نقول له ما قال الله عز وجل ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وهذه آية يقرها لنا أيضا شيخ اسماعيل فاضل سيد وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفليحون شكرا إسماعيل إن شاء الله ندخل الديار من بيبانها وإن شاء الله اللي يعرف ابنية يدخل دار أهلها بشكون العلاقة هذه بينه وبين الأهل أيضا مش بينه وبين طفلة تعرف عليها في الشارع يقول القائل شنية التقوى المطلوبة هذه شمعناها إتقى بش ميكونش كلامنا معناها كلام فقط نظري شمعناها إنسان تقي شمعناها إنسان إتقى الله التقوى عندها عديد المفاهيم سيدنا علي كرم الله وجهه يقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الخوف من الجليل هو إنسان يخاف من ربي أي إنسان عنده علاقة مع طفلة ومش كان التقوى كان في العلاقات في كل شيء عندك علاقة مبنية رأوا يوم القيامة ربي بيش يسألك على هذه العلاقة عش عملت فيها يدمك تخاف لأنه إذا كان ما عندكش جواب وإذا كان جوابك غالط وإذا كان جوابك فيه ظلم وإلا غدر وإلا تعدي على شرف هذه الفتاة أراه بش تتعاقب عقاب أليم يسألك تخاف من ربي لأنه لا يعذب وعذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل التنزيل هو القرآن تنزيل من رب العالمين تنزيل هو كل أوامر لعطاها ربي في العلاقات وفي غيرها يجب تعمل بما نزل الله والرضاء بالقليل وإشخاص كان يفهموا اللي يجيوا يخطبوهم في بنتهم اللي هو يرضى بالقليل ويرضى باللي بش يسعد له بنته مش يطلب الكثير والاستعداد ليوم الرحيل مش خاص أيضاً كان بكلنا نخموا في هذكا النهار اللي بش نموتوا فيه اللي ما عندناش منه مهرب ما عندناش منه حتى طريق بش نهربوا منه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل واحد مننا إن شاء الله بعد أمر طويل ولكن كل واحد مننا راهوا يوماً سيلاقي الموت فللموت كرب سيلاقي ملك الموت وهو يأخذ في روحه خمم في النهار هذكا ولتعمل أربعة حاجات هذومة ثم عملت التقوى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل إذن التقوى وين محلها النبي صلى الله عليه وسلم ورانا قال التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه التقوى ها هنا نحن في تواصل القلوب رأي تتواصل القلوب إلا بالتقوى التقوى هي أساس نجاح العلاقة اللي تأديها للخطوبة والتقوى هي أساس نجاح الخطوبة ليس تأديها إلى الزواج والتقوى هي أساس نجاح الزواج ليس تعد إلى ذرية صالحة ويجيب أبناء صالحين والتقوى هي أساس ليس تدخل به يوم القيامة إلى جنة النعيم يوم ما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم التقوى اذكرها ربي أيضا في أول سورة النساء والآية هذه قرآننا الشيخ إسماعيل جزاك الله خير يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم اتقوا الله مارتين مذكورة في هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم وبعد واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم خافوا ربي إلي تسألوا به بالله يا فلان تسألوا فيه تسألوا به وباش الناس تجاوبكم خافوه مارتين مذكورة واختي ربي يحكي لنا على كيفاش يخلق الإنسان واخلق منه زوجه إذن التقوى واجبة أيضا خاصة بين الرجل وزوجه لماذا يقبل الشباب على الخطوبة لماذا يمشي معاك أهلك أيها الشاب باش يخطبورك لماذا أيها الشابة واختي يجيوا ناس يخطبوك أهلك يقبلوا لأنك بالنسبة لهم أيها الشابة وبالنسبة لهم أيها الشاب أمل حياتهم أمل حيات الوالدين أنهم يشوفوا ولادهم قراء ومن بعد تخرج ومن بعد تتزوج ومن بعد ما تتزوج ماذا به يجيب صغار ويرال أحفاد هذوم أراك أنت أمل حياة والديك وأكبر حلم عندهم أيها الشاب باش يشوفوك متزوج وأكبر حلم عندهم أيها الشابة أمك وبوك يحب وشوفوك زوجة موش يحب وشوفوك صديقة موش يحب وشوفوك خليلة المشكل أن بعض الشباب الآن يعزفون عن الزواج شوفوا معناها الشاب نقول عزوف عن الزواج ما عاشي ميحبش يتزوج بينما وقت الشابة متزوج ما نقولوش عزوف الشابة عن الزواج نقول عنوسة هذه معناها الخطر لي ولا يهدد توا في مجتمعاتنا العنوسة غول ولا يخوف في برش ابنات وقت تشوف ابنية تجاوزت سن كذا وكذا ولم تتزوج خطر كبير هي ما عاشي تحس براحة نفسية أبدا لماذا يعزفوا بعض الشباب عن الزواج بعض الشباب مثلا يكون عمره 27 سنة تقول له عرستش لا باش تتزوج لا نقول له هو ركي وكانت خمم في الزواج وعمرك 27 ما تتزوج إلا في الثلاثين معناها بين متفكر واتطبق ثلاثة سنوات ثم شباب وصلوا إلى الاربعين ومعناها ما عرستش بيك والله ما زلت نبحث معناها مزال يبحث خيره البر عاجله هو في الاربعين ومزال يبحث فلابد أن يسارع أعمال البر الزواج هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيره البر عاجله بعض الناس يقول نحب ولدي يتخرج أعمال لسيد يتخرج من الجامعة 24 سنة نحب يخدم إن شاء الله ربي يوفر العمل لجميع العاطلين إن شاء الله ربي يحرك أسبابها باش الناس تلقى خدمة وتحرك الدولي بالاختصاد والتجارة والإدارة باش الناس كل تخدم إن شاء الله يا رب العالمين قولوا آمين خاطر ربي قال أدعوني أستجب لكم إن شاء الله ربي يفتح على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين بالعمل يا رب العالمين فالشباب هذوما يقول نحب نخدم خدم يا سيدي 26-27 نحب نكون 5-6 سنين 32-33 وإذا بيه فات عمر الزواج بالنسبة للشاب نعم ينجم يتزوج حتى في الأربعين بالنسبة للفتاة يلو كان نفس المنطقة تبقوه وصلة 35 هو ما زالت تتكون والكل فقد يكون يجي واحد نهار ويقول فاتكم القطار كيفاش نسارعوا في سن الزواج وشوف كاش نشجعوا الأبناء بش يتزوجوا وهم ما زالوا صغار ونعاونوهم مثالش الأب ينفق على ولده وعاتش به ينفق على ولده وزوجة ولده بأنه هو قادر على ذلك وعليش ربي سبحانه سن هذه السنة في الأرض في بني آدم أنهم يتزوجوا تكون يعطينا إجابة الإنسان يتزوجوا يقولوا منك نصف دينه فالزواج هو استقرار هو راحة نفسية هو استمرار للحياة الزواج يحفظها من الوقوع في الزنا وكل شاب وعننا بالنسبة للشاب اللي مر بمرحلة العزوبية يزمي لم يروحه ويخم كتا جغدا بشيكون أسرة وهكذا تستمر الحياة وينجب أطفال وتتواصل الحياة لو يبقى منها عازم الفلوس كل تمشي في المقاهي والرحالات وفي انفاقها على الملذات وما يخممش بشيكون ما يخممش بشي يفضل الفلوس ويعمل دار مثلا بينما يتزوج غالبا الزواج معناها استقرار وراحة وطمأنينة وتفكير اثنيني واللي يفكره معاش كان هو يفكر تولي مع امرأة هاي ينخمو كيش نعمل دار هاي ينخمو كيش نكونو كيش نعمل سيارة كيش نعمل أثاف آخر للمنزل فهذه نعم الزواج هو استقرار الزواج هو نصف الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد ملك نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر الزواج هو سكن روحي ونفسي يرتاح الإنسان من الأعزب اللي يكون ممكن مضطرب ممكن يتنقل في النهار على عشرة أماكن واللي عنده داره وخدمته وممكن مكان في الأسبوع بشيروح فيه على النفس ثم استقرار حتى مادي ثم بقاء النسل الإنساني طبعا بش ينجبوا أطفال ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا معناها عرسوا تزوجوا تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم وقال من استطاع الباءة فليتزوج الباءة هي مصاريف الزواج الزواج هو حماية للأسرة لأن العلاقة بين الرجل والمرأة وقت ما تكونش موثقة بعقد الزواج كما يمليه الشرع الإسلامي الحنيف ينجم في أي وقت من الأوقات ينفذ كما قال شيخنا الطاعر لازغب مرأة الأخرى شعرنا قال معناها وحدة كارية وحدة ملكة فاللي عايشة مع راجل بلاش زواج كارية هذيك في أي وقت ينجم يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى للمتحاب بيني مثل النكاحي معناها روه ما فماش حل يزوز من الناس يحبوا بعضهم إلا الزواج روه أحسن حاجة هذيك هي تعطيك استجابة لهذه العاطفة اللي تخلقت بين قلبين أيضا الزواج يضمن سلامة المجتمع من الأمراض المتسببة فيها العلاقات المحرمة وهذا يراه موجود على مر الإنسانية كل مرة يخرج مرض كما السيفليس الزهر السيلان أمراض كثيرة وقعت في السابق تهز أمم كاملة تجيك في الكوليرا طاعون ولعياذ بالله يموتوا منها شعوب كاملة بفعل استشراء الفاحشة بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم عطانا وهو الصادق المصدوق حين قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشافيهم الطاعون الطاعون ليس معناها الكوليرا الطاعون هو المرض اللي ينتقل بالعدوى إلا فشافيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم سبحان الله وقت للعلم التطور ولا يداوي الكوليرا ولا يداوي السيفليس ولا يداوي السيلان وغيرها خرج المرض اسمه السيداء الأيدز اللي التوى يعاني فيه طب والعلم بشيدويه وخرج المرض هذا إلا من جراء العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء لماذا الشباب يأخروا سن الزواج لماذا الشباب ما يقدموش على الزواج بعد ما شفنا المنافع هذه كل وإلا عبد الكريم عندك منافع أخرى للزواج تفضل برك الله فيك أنت تقريب أتيت على أهم الحكم من الزواج فيما يخص الأمراض هي اللي يمتها ذي رأي فما تقريب نهار 29 ونهار 30 هو اليوم العالم لمكافحة السيداء أنا نسمع في الإذاعات الحقيقة والله العظيم أنا سمعت حتى برنامج يحكي على السيداء وترقو فيه للقعدة اللي تقول الوقاية خير من العلاج باللغة الفرنسوية نقول الناس الناس الكل يحكي ويقولوا هاو الشاب والشابة يعاشروا بعضهم هاو كيفاش يعملوا ولكن حتى واحد ما قال رأي السيداء هي المرض تقريب من الأمراض القليلة في العالم اللي ما تمشي حتى العبد العبد يمشير معناها كان أنت ما تحبش تمشي للسيداء عمرها خاطر هي مرض ينتقل بالعدوى مستحيل إنسان يمرض بالسيداء وهو وحده بخلاف معناتها الأمراض الأخرى هذه حبتنا عرج عليها وكهو الدين متاعنا يحمينا الأخلاق متاعنا تحمينا من المرض هدايا القاتل ربي بقى علينا السطر إن شاء الله زادة نسمعه معناتها في البرامج متاعنا توجيهات كما هيك فيما يخص حكمة أخرى هي تهييج وغريزة الأمومة والأبوة الزواج هدايا معناتها يحرك في الإنسانك الغريزة متاع الأمومة ومتاع الأبوة معناتها ربما ساعات ما نحسوش بها وإحنا عزاب ولكن بعد كتتتزوج وتجيب أبناء معناتها سأكبادنا بالنسبة للنسب عبد الكريم معناها هي تول خيول الأصيلة يتبعونها النسب بمتاحها شكون أبوه وشكون أمه تصوروا كالناس تعيش كما يجيه معاش يعرفوا هذا والد شكون وبالفعل تولا مثلا عائلات يجمعها مو شوين لبلاد ولكن مع عائلات تولا واحد واخذ مرأة وهي جايبها صغير في الحرام من رجل آخر وبعد هو يجيب صغير آخر حرام يجيب ويحطه مع صغير هذاك هو عنده ربيب وهي عنده ربيبة وولاد بينهم وبالفعل ثم عائلات كثيرة وولاد موجودة هكذا في العالم الغربي حتى أنه ثم قصة هي ولكن وقعت في قرية من القراءة أنه واحد جاي البوه قالوا بابا نحب نخطب بنت فلان تردد البوه شوي وبعد قالوا أسمع نعطيك حاجة ما تاخذهاش قالوا بابا حبيتها قالوا ما تاخذهاش قالوا بابا علاش قالوا هذيك رأي أختك هذيك رأي أبوها معناها تصوروا في الأحرام ولا لولاد مشاهد دار في القرية هذيك وتعرف على ابنائة أخرى جاي قالوا بابا راني تعرفت على ابنائة أخرى هاي في الشارع الفلاني شا اسمها قالوا فلانا قالوا ما تاخذهاش رأي حتى هذيك بنتي رأي حتى هذيك جيبها من الأحرام من المرأة هذيك يا أخي لولاد وقد يدخل بعضه مشاهد من لمو قالها أمي راني مش نعمل انهيار عصبي ورأيه مش نعطيك سر كبير رأيه ثم زوز ابنيات في القرية حبيت ناخذهم وبابا هذا الترافي اللي حاسبته معناها زوجك ومخلصة ليه وكذا رأيه زوز ابنيات هذوك جايبهم من الأحرام من النساء هذوك قتلوا ولدي بره خوض لتحب منهم رأيه هذيك مش بوك طلع حتى هي طلع جايبها هذيك في الحرام ما ناء هو تشبيه ولكن هذه حقيقة لو نسيبوا العلاقات هذه تصير الشباب تقول لا مثال شحن شباب عزاب رأيه هذي الرغبة موجودة عند المتزوجين وغير المتزوجين لو ما إنسان يتق الله فإنها رأيه بيش تفسد الأنساب وهذا هي حكمة الزواج إذن بعد هذه الحكم الكل بعد هذا الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا وتزوجوا وتملكوا نصف دينكم تزوجوا وتسعدوا بعد كلام سي طاهر قالك تستقر وترتاح وتلم روحك وتلم فلوسك وربي يفتح عليك إن شاء الله ويبارك لك أعليش الشباب مازالوا بعدين على فكرة الزواج سي الطاهر لزغب شنو أرأيك أنا رأيه زم الإنسان يفكر مليح قبل ما يحبه قبل ما يشوف يسأل على أمها وابوها كيفاش عاشوا ويقام وكيفاش جيرانهم وكيفاش تربية ابناهم وكيفاش تقوم تحم في المجتمع وهم لهم معناها شان كبير ولذاك يلقى بنته والولدي من هك الفصيلة ياخذ منها وصدروا معناها من شرح وتكون عواقبوا طيبة بحول الله وهذا يتمناها كل إنسان ومثلا ماش إنسان ياخذ من عائلة ما يكونش معناها يتباه بها وهم يتباهون به ولذا شنو أول سبب بيخلي الشباب يوخروا على الزواج ما يقدموش على ما يعرسوش شنو سبب ما يعرسوش على خطر هو ما نواش بشي عرس ما نواش بشي عرس واشنو كتبت لنا كالقصيدة ولذا الكلام هذا اللي قلتوه أنا على اللي هما خطيين ومفكروش في الزواج وعندهم أصحابهم ويسخالوها الليان باش يدوم وتبقى ما بيناتهم معناها بيقول أنا صاحبت فلانة وفلانة والفنانة والسايحة والأخيري والبانكة والكل الناس معناها يولي معروف ويشيروا له بالبنان ولا يصاحبه حتى إنسان إلا لي مثله قلت بعض الكلمات على النوع أظمه فقط قل الخطبة توه صعيبة شوية تحبلها ملايين والخرجة الصبحة وعشية أعرف ماشي وين وتلقاهم في كل ثنية في مظهر مشين واللي زاد الطينة بالله في علم الولدين وهذا حرام كبير علينا في الدنيا والدين ومن بعد خروج الناتيجة تقراها بالعين ربي حذرنا في كتابة جملة مجتمعين الخطبة تمثيل الجيراية تخلصها في العين ربي يلطف بيك وبيا ومن شوفوك شحزين لزغب شاعر يعطي راية عبرة للأخرين موش تعرس غد وتروح غدونا لثمين والسلام عليكم وبرحمة الله برك الله فيك شاعرنا وشيخنا حقيقة تمنى كلام معبر جدا وقت تقول الخطبة توا صعيبة شوية تحبلها ملايين وبالفعل إنسان مش يخطب توا يلزم يهز كانوا في العادة يهز بك ومرطبات ويمشي يخطب توا يلزم شروط يسيد يهز لشنا هو الخاتم هذاك ويهز ويهز ترقونا إن شاء الله برك نصلوا للخطبة توا نترقوا المسائل هذه كل توا نشوف شنية أحكام الخطبة هذه الشرعية هل هي جائزة هل هي فرضة هي سنة هل هي بين قوسين ممكن الله أعلم حرام ولا لا حتى نصلوا إن شاء الله نصلوا للخطبة ممكن في الحلقة القادمة إن شاء الله نشوفوا كل الأحكام الفقهية للخطبة يقول الخارجة صبحة وعشية اعرف ما شيوين يا طفلة يلي تمشي مع أوليه تسباح وعشية باشين جايين الناس كل يشوفوا فيكم يسجلوا فيكم فعارفة ما شيوين ولا لا وتلقاهم في كل اثنية في مظهر مشين ثم مظاهر معناها تحشب تراها كيفاش أوليه تجاد بنية في تركينة تحت شجرة في الظلام معناها ما عنده لها حتى احترام هي ماشي في باله يحبها في الحقيقة هو ما يحترمهاش بالكل لأنه لو كان يحترمها ما يعمل معها الشي هذا في الشارع بطبيعة ولا في الديار ولا في الشقاق ولكن قصد يشوف كاشيهين فيها في الشارع والذي زاد طين البلة في علم الولدين بعض الولدين في بالهم ليوا ابناتهم والأولادهم عندهم هذه العلاقات وموافقين عليها وهذا حرام كبير علينا في الدنيا والدين بطبيعة في الدنيا مفسدة هذائل الشباب ومفسدة المستقبلهم ومفسدة لقرأيتهم ومفسدة الأخلاقهم والطفلة قد تخسر أشياء لا تعوذ بثمن ثم مفسدة في الدين يوني ربي يعاقب عليها عقوبة كبيرة ومن بعد خروج النتيجة تقرأها بالعين بطبيعة النتيجة متاع العلاقات هذه تقرأها في عينك ويسي لزغة بيقول يا جماعة رأي نعطيكم رأي نعطيكم سني وتجربتي وعندي أبناء وحفد أتوه وزوجتهم الكل وجبت صغيرات وأحفاد والحمد لله رب العالمين ما نحبكش تعرس غدوة وتروح غذوبة الاثنين بعد تروحوا الزوز غذبانين ويوفى العرس ولا حول القوة البلاع وإن شاء الله ما نوصلوش شيء هذا المهم نوصل للعرس عطينا إن شاء الله نوصل الخطوبة من بعد العرس وبعد نعمل حلقات كيفاش تتوتط العلاقة الزوجية والدوم العشرة إن شاء الله في الدنيا والآخرة شنو الأسباب اللي تخلي تأخير الزواج أحنا في المعاهد وفي الليسي كيفاش تشوف التفلة تمشي تقرأ تشوف المظهر المتاحة تستغرب كيفاش تخرج قدام والديها بالمظهر ذاك نستغرب في العمر ذاك في الـ 14-15 سنة حتى في الشابين فهم مراهقة وتفلة تخرج حتى تشبط الانتباه متاع زمالي أهل يهم فرد قسم يقول الشاب موش يخمم في الزواج يخمم في أمور أخرى معها ويجب حتى يتصور محبة ويجب حتى يتصور عاطفة وكل عطيه يقترب منها لأنه ثم جاذبية ورناها هذه واختعملنا حلقة الصحبة قلنا أنه الجاذبية هذه حتى ربي بين الرجول والمرأة ويلزم امرأة تلبس لباس الساتر وتغذي البصر ويغذي البصر بشما نصلوش لهذه العلاقات المحرمة حتى التركيز متاعه حتى هو في القسم نعم بارك الله فيك فماش أسباب أخرى هي أسباب تأخير الزواج عند الشباب فاتحي تفضل الفتح بسم الله الرحمن الرحيم من أسباب عزوف شباب على الزواج هي عدم تحمل مسؤولية أولا ويقول لك أنا توا بابا يسرف عليها ونأكل ونشرب وكذا المشكلة بش نحطها في رأسي غدوة فمتوا أنا ما عنديش عمل قارو ما عنديش كذا هذه من الأسباب اللي تخلي الشباب يعزف عن الزواج بارك الله فيك فماش سباب آخر يكون نقاو الراجل يقول معاش فما مرأة هني اليوم والمرأة تقول لك معاش نقاو الراجل يهني إن عدم الثيقة مارك الله فيك فاتمة فماش أسباب أخرى وليت الأسباب طوى الخوف يعني عبد يخاف تلبية طلبية الممرأة والصغار وعدم تحمل مسؤولية هذا أكثر سببين رئيسيين أنا قلت ثيقة في قالها الطهر ولأ هنا مش قلت ثيقة ولا خوف يخاف من الطرف الآخر هكا باهي ما ها عندكش رأي انتي شباب اليوم عند تعرف على فتاة تكون غايته الرئيسية غير الرسمية يريد أخذ منها أشياء مادية فقط ليس النية إذن النية غير النية سيئة نعم النية سيئة من الأول لذاك علش ما يتزوج وبالفعل أحكي غالبا في المجمل يعني مشكل بالفعل احنا مدام وصلنا نتوى النتيجة أنه الشباب ما يحبش يتزوج معناها غالبية الشباب يبحث على قضاء الأوطار ويبحث على الصحبة ويبحث على هاو عندي صديقتي على شنا نتزوج وقد الفتيات تتولي مصيبة وهاو عندي وحدة ولا ثلاثة مصاحبهم واحدة الصباحة واحدة العشية ما يخبرمش في الزواج صحيح ولا إذن هذه من الأسباب اللي تخلي شباب ما يقدمش على الزواج عبد الكريم أنا عندي تعقيم صغيرة على القصيدة متاع الشعر متاعنا رانسي رفيقي نحكيه على العلاقة بين الرجل والمرأة وإنلا بين الشاب والشابة رأوا اليوم أحنا في حصر يناغلوا مع بعضهم ويجهدوا ويخدموا ويقرؤوا مع بعضهم رأوا كي نقولوا نشينوا في علاقة وإلا نستنكره رأوا مش العلاقة متاع العمل العادية ولا العلاقة متاع الزمالة العادية ولا باش تعمل الخير ولا باش تساعد كما سيدنا موسى مزاقى يستسقي معناتها للبنات وألا باش تعمل معه عمل اجتماعي اليوم ما فم جمعيات مدنية وفم جمعيات خيرية وقتها بالعكس هذا مطلوب ولا باش نقرأوا قرآن ولا باش نتعلم ودروس متعفقه ولا باش نقرأوا مع بعضنا حتى مواد معانتها علمية هذا مطلوب ولكننا رأنا اللي نسان كروه هم العلاقات الحميمية اللي يخرج من الإطارة متع العمل واللي يخرج من الإطارة متع الدراسة ويمشي باش يعمل تجربة على حساب معانتها بنات الناس بزيد يعرف الرجل نساء معانتها حميمية بزيد يقول لي ما تعجبوش لخرانية معانا ولي دي ما يحب يجرب والمرأة كذلك بزيد تعرف رجال وخاصة المرأة اللي هي اللؤلؤة اللي هي الدر المصون ما يزمش تكون تعرفت على واحد واثنين وثلاثة مش بعد تولي تشرت على الزوج جديد ولا فلان كان خير منك وخطيبي فلان كان خير منك فأحسن شيء معناها ربي وقت باش يعطي رجال الجنة باش يعطيهم النساء قال حور مقصورات في الخيام قال قاسرات الطرفي قاسرات الطرفي أنها لا تنظر إلى غير زوجها وانتي شنون غاية متاعك سعبد كريب؟ هي العفة العفة سيرافيق كي مدبش لبيض إنسان يبدأ لبس كسوة بيضة يبدأ ماشي خايف لا تتمصخ خايف من الغبرة وخايف من التين يبدأ خايف علها ومستحفظ علها ويمشي كان في الكياس الباهي ويجيب في الطريق ولكن إذا تمصخت شوية يولي يبدأ يستنس بك الوسخ حتى كيتتمصخ برشة شوية يولي يردس بها في التين ويمشي بها في الوحل وكان ماشي خاف على نرجع لنقطة متاعنا اللي هي أسباب نفور معنتها الناس من الزواج معنتها تقريبا أول حاجة لأنه ما فماش وعي بقيمة الزواج اللي كنا نحكي وفاهة بكري مع الناس المحافظة على النسل ومحافظة على الأنساب والسكن الروحي واجتناب الأمراض والتعاون على بناء أسرة وشعور بالأمومة والأبوه ولكن فم سبب مادة كبير اليوم قاعد يهرب في الناس من الزواج احنا بصراحة في بلادنا عنا شروط مجحفة إنسان كان ياخذ ورقة وسطيل ويبدأ يحسب وقتاش يلزم يعرس هو تخرج اليوم دبر خدمة يخدم بعد 15 سنة باش يدفع الشرط ويحذر مراوح متالب منا باش نسهل ومع تلاهي الشباب هذوما ونحيوا العادات الخيبة رانا نتحاسبوا بها عند ربي شكرا عبد الكريم على ذكر نقطة تصعيب ظروف الخطوبة والزواج ونحن ما نحبوش نصعبوها على الارواح ونحن ما نحبوش نصعبوها على الناس نحن نحبو القلوب تتواصل ونحن عندنا فاصل حتى إثناء هذا الفاصل قلوبنا معكم تتواصل السلام عليكم عدنا بعد هذا الفاصل الذي نرجو أن قلوبنا بقيت فيه تتواصل لأننا في برنامج تواصل القلوب وتواصل القلوب اليوم حول موضوع الخطوبة التي هي تجمع بين رجل وامرأة من أجل بناء عائلة جديدة تتواصل فيها القلوب هي أيضا وتربط العائلة المتصاهرة المتع الزوج والزوجة وتعمل مجتمع كامل متواصل إن شاء الله وصلنا النقطة مهمة جدا وقت لشجعنا الشباب على الزواج نصف الدين الاستقرار حفظ النسل الراحة النفسية الاستجابة لهذه العاطفة اللي ربطتك مع ابني فأحسن طريق أنك تتزوجها ولكن خرج لنا سي عبد الكريم قال يا جماعة راهي الخطوبة هذه تكلف برشة فلوس راهوا الوالدين يقبلوا أن ابنهم يعرف وحدة نهارت لهاية يا جماعة نخطب تخطب ألزمنا عد وقت ملايين كما قال سيد طاهر لزغب فعندنا هنا لمذكورة في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وبالفعل يا جماعة ورأوا تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ما يزا مش يكون عندك فيه شك بالكل ثم مرة تعرفت على إنسان قال لي راني مش نتزوج شنو هو تخدم يخدم نعطيكم حتوين هو في اتحاد المكفوفين معناها هو ناقص نضر وفقير جدا فقال مش نزوج مرأة مش نزوج مرأة ما يبفلوسها ولا باس عليها قال لا تعرفت عليها في اتحاد المكفوفين وهي اشتخدم عندها منحة متع المكفوفين وكذا فقلت سبحان الله هذو ما توقفش بش يعيشوا مبعادهم وكش يكونوا عائلة والقصة طويلة ولكنها والله ممتعة جدا لأنهم وقت اللي بش يتزوجوا لمولهم شوية فلوس يعاونوهم بهم فمشاول الدار بتاع العروسة بش يعطيهم الفلوس لا بول العروسة حتى هو في فقر مسكين يسخف اللي بش يعطوهم العريس قسموهم بين العريس وأهل العروس تماش ما يتعاونوا ونحكي لكم مش الفرح في حد شي طبعا ثم إلا مسجل يخرج في صوت فقط والدار في معناها تحت خط الفقر بقية القصة أنه بعد عام بعد عام السيد هذية استطاع أن يكتري منزل وحده ويشري فيه أثاث كامل وسئلوه الناس من أين لك هذا؟ قال تزوج وفقراء يغنيكم الله أراني تحصلت على عمل بـ 300 دينار ونأخذ في منحة من اتحاد المكفوفين ونطلع في الكار مجانا والحمد لله أراني نفضل في فلوسي كاملة بعد سنة أخرى يا جماعة السيد هذية يمشي يشري أرض كيف شريت أرض؟ قال رأي زوجتي تحصلت على العمل واخذت قرض من الخدمة متاحة وشرينا الطرف الأرض هذه في منطقة رواد المهم نكمل لكم الحكاية أنهم توا عايشين في شقة من أحسن ما يكون على ملكهم وعندهم الأرض هذه ابناء وهادار وعندهم أبناء وبنات عايشين في خير عميم ورأيت فيهم سبحان الله كلام الله عز وجل يغنيهم الله من فضله تزوجوا فقراء يغنيكم الله الناس اللي يجيك يخطبك في بنتك واحد ما تسئلش عنده كرهبا ولا لا عنده فلوس في البنكة ولا لا تعونا نشوفوا بعد شنية الشروط اللي يلزم تتوفر في الخطيب والخطيبة أعطينا سيدي الراجل هدايا اللي وقت يعمل علاقات مع مرأة ما يخممش فيها ساعة من أناء بلاد ما يخممش أخلاقها ما يخممش برش حاجات يحبها فقط القلب هو الذي يتكلم العاطفة هي التي تتكلم وقت يتزوج يعمل خطوة إلى الخلف ويفكر شنية الشروط اللي يلزم تتوفر في المرأة بش ياخذها ولدك ويلي يجب أن يتوفر في المرأة بش تأخذها أنت فراز شنية الشروط اللي تشترتها في زوجة الغد لزم تكون متحشمة متربية متحشبة باي أدايا شنو يطلب في فراز في زوجة المستقبل شكون يعطينا سيفة حي شنية الشروط لابنك تو ولدك بش يعارسه من جبلة الشروط اللي يلزم تكون متففرة في زوجة المستقبل يعني بالنسبة لابن ولا أي شاب أنت كون يعني بنت محترمة يعني ترعي عشرة الزواج بتكونش يعني لغايات ولا لكذا في ابنت تو هذيك بالجبلة الشروط اللي تكون متوفرة وتكون يعني بنت حسب ونسب كما قال خونها سيف في ابنت تو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع المرأة ليش يخذوها في العاد لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها هذيما أربع حاجات مالها نعرفوه المالها ليش معناها النقود كل ما كل ما لها يعني سيارة شقة فلوس كثيرة عمل وظيفة فلمالها معنا كل ما لها لحسبها قالوا معنا هو حسن كلامها ولجمالها ولدينها فأعطانا نصيحة قال فظفر بذات الدين تريبت يدك فظفر بذات الدين تحب تفوز تحب تكون ظافر وغانم وعايش سعيد خوذ ذات الدين مش معناها رأوا تشوفها مدينة وعندها فلوس لا بفلوسك لا ماذا بينا الدين هو الأصل ثم من بعد كان عندها مال وجمال وكل ما فيها باس وماذا بينا عليها وطبعا الحسب لهو حسن الكلام وطبعا النسب لهو يكونوا متقاربين في الطبقة الاجتماعية تكونوا متقاربين في المستوى الثقافي مش يكون هو قاري برشة وهي مش قارية بالكل وللعكس حتى يتم التوافق ويتحدثوا مع بعضها الخاطر بيش يعيش معها حياته كلها بيش يحكي معها ماذا بيش يكونوا بعادة لبعادهم في هذا المستوى العلمي والثقافي وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن كانت أخذها جميلة فقط ممكن جمالها هو ليهلكها هو يرديهن معناها يهلكهن ولا تزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن بلك تطغى هي بفلوسها وتتكبر على رجلها وما تحبش تمدل الفلوس وتعاونه في آخر الشهر ويكون سبب في الطلاق شعملنا فيه ولكن تزوجهن على الدين ولكن خوذها تكون ذاته دين وحتى نشوف ما معناها الدين ومش معناها خمار وجلباب فقط وإنما فهم عميق للدين هذا الدين اللي يفسرنا الحياة كامتحان إلى الآخرة حتى تشوف منك حاجة خايبة تصبر لأن الصبر فيه ثواب حتى تشوف فترة متاع نقص المال تصبر لأن الصابر له جزاء كبير عند ربي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذه الدين مش معناها إلا المظهر فقط المظهر طبعا سبحانه أمر المرأة باللبس الشرعي المعروف وأمر الرجل باللباس وأمر الرجل مجموعة من المظهر هي الصلاة مظهر علاش ربي ما قارش البشر أقعد قاعد وأقرأ الفاتحة وأقرأ سورة كيفها وأسبح وانت جالس أعطانا مظهر لهي ركوع وسجود ورفع من الركوع والسجود وعطانا سنن في الحياة اللي منها اللحية اللي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاءها وكل مش نقوله لا مش فايدة في اللحية هو الأصل أن تطيع الله ورسوله في المظاهر دون أن تفقد القلب يطبيع برشة ناس الله غالب يعمل لحية وبعد يولي يكفر في العباد ويسب في العباد ويؤذي في العباد وناس اللي هو الدين هذا ينازل رحمة يلزم الرحمة خارجة منك وقت تكلم الناس يلزم بسمة خارجة منك وقت تدعو الناس يلزم وقت تدخل المسجد مش تقسم في العباد هذا معي وهذا ضدي وإنما تقول هذا بيت الله يجمع عباد الله وقت تخرج عندك شفقة على عباد الله المجاوش ماذا بيك كان يجيو حتى هم ويعرفوا ويذوقوا حلاوة الإيمان مش عملت لحية فقط ولبست لبسها ما شبالك هذيك هي اللي لزم تلبسها كسنة ولا كقميس وبعتولي تتعدى على الناس وتؤلم في الناس كذلك المرأة مش البست خمار والبست جلباب واللي تأتقى الناس وممكن ثم كثيرات اللي لابس جلباب وما تصليش بعد يقولوا شوفهم متدينة وما تصليش ولا متدينة وتقول في الكلام كلام سيئ وهي في الحقيقة ما فهمتش معنى هذا الدين عندي تعليق فيما يخص السياق اللي كنت تحكي عليها على المرأة هو مثل شعبي تونس يقول لا يعجبك نوار دفلة في الواد عامل ضلائل ولا يعجبك زين طفلة حتى تشوف الفعائل بالضبط مرك الله وفيك شنية الشروط الأخرى اللي يلزم تتوفر في الإنسانة حتى تخطبها لولدك سيسماعيل والله الشروط كما كنت تحكي سي رفيق هي الدين خاطر الباز هو الدين حتى يصير اختلاف يقول لك مثال شعبي ما يتعاشر وحتى يجي الدرك على واحد حتى يصير خلاف يبدأ فيها دين يصبروه نهار نهارين وترجع المياه المجاريها مش مركز واحد وأنا نستحذر قصة دينية كان صحابي جليل يحكي للرسول صلى الله عليه وسلم على تزوج واحدة وكانت حتى في الجمال ما هيش جميلة لكن كان فيها دين يحكي كيفاش عاش معها قال عندما يكون ماشي الصباح يخدم تقول له يا رجل اتق الله ولا تأكل حرامة إننا نستطيع أن نصبر على الجوع في الدنيا ولا ينا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة وكي ترجع يرجع هو من العمل تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله وكان يملي عليها وهي تحفظ سيدنا الحسن ابن علي جاء واحد قالوا قالوا إن لي بنتا من ترى أزوجها قال زوجها من يتق الله فإن أحبها أكرمها واختي خاف ربي واختي يحبها يعمل لها إكرام كامل ويتكرم عليها وإن أبغضها لم يظلمها ولكن كان تعرك معها ما يقولش يظلم فيها ويقهر فيها هذاك صاحب الدين شي يعمل شفنا أن المرأة تنكح لأربع معنا يتزوج إنسان أربع حاجات مالها وحسبها وجمالها ودينها ولكن العكس وقت يأتي واحد يخطبك في بنتك شنوها تشترط فيه إذا أتىكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل وتكون فتنة معناتها كما تزوجوش إنسان اللي ساحب دين وصاحب خلق رأي تكون فتنة معناتها في الأرض هذه أول حاجة ثاني حاجة ديما رأوا كنقول الدين رأوا نحكيه على السلوك رأوا نحكيه على الإخلاق رأوا نحكيه على الإنسان اللي ما يظلمش نحكيه على الإنسان اللي يعاون الناس نحكيه على الإنسان اللي قال المثل اللي قال أخونا إسماعيل إذا كان شفت زوز متفهمين رأوا دراك تايح على واحد هذا مثل معنات خيب برش مجمش يكون الدراك تايح على واحد هو زواج مجعول باش نتعاون على بناء أسرة مع بعضنا مجمش دراك يكون تايح على واحد مجمش كون فم بظلم أسمع نصيحة بالحق للمرأة اللي تحب تحافظ على رجلها النهار كامل تبدأ يلزمها معنتها تأكد عليه باش يصلي تأكد عليه باش يشد الطريق المستقيم وقت يخرج للشارع بقدرة الله ما تخافش عليه نفس الشي الراجل اللي يحب مرته مستقيمة ويحب يحافظ علىها باش تبني معاها أسرة كبيرة برشا لازم يحافظ على دينها ولازم يشجحها بالأكس على تطبيق شريعة ربي سبحانه وتعالى وعلى الصلاة وعلى السيام أحسن ما يسجحها معانت على الاختلاة وعلى الوحيد احنا مش خاصة كانو تصلنا للزواج ما زلنا وصلناش للزواج باش ننصحوا كل شاب وشابة تولون نمشيوا الأمور تطبيقية وعملية ثم واحد يعرف واحد ويمشي هو يجيواها ويحكي معاها ويتكلم معاها في التليفون ويحكي معاها في سكايب ويبعث لها اس ام اس وبين خوسين يحبوا بعضهم الزوز والحمد لله عاطفة متبادلة باش ننصحوهم باش يوصل الخطوبة شكون يعطيهم نصيحة تكون النية طيبة ونية حسنة وان شاء الله ربي بارك يتولي النية حسنة ربي ديما راوي بارك وصغير باش تنصحهم ننصحهم كم بالقراية بارك الله وفيك مهاء تفاضل مهاء ننصحهم بالالتزام والتقوى ونقصد بالتقوى اتقاء الله في من نحب باقي النقطة معناها نتق الله في من نحب معناها مثالش تكون ثم هذه العاطفة خط العاطفة هذه بشرية وموجودة ولكن خاف ربي باش ما ندخلش أنا وياهل النار عايزا من نعمل حدود مثلا حسب رايك انتي مثالش تمشي بني أولاية تشديني دين بعضهم هي أخلاقين مجيش تحت ثمانية عشر سنة معناها هي أصلا في مجتمعنا الشرقي ما يتقبل هيش الحكاية هذية وشوفهم صغار يقول مجيش كل واحده رايو معاش معناها توحكم شرعي جديد كان تحت 18 سنة مثالش يشديد أو كان في وقت 18 سنة حرام لا رأوا هذاك مقدمات الفواحش ما عندوش الحق باش يشديدك طول نعطيكم حكاية من طول مثالش هذه أستبيقها لإخواني المشاهدين ثم أحذرت في خطوبة البنية متدينة والحمد لله وجاتها العائلة متاع الخطيب وهذه هي خطوبة معناها مش تعارف فجابوا معاهم خاتم فسئلت الخطيبة سئلت هل يجوز لفلان مش لبسني خاتم وشنون يسخيلوا واحنا نسخيلوا معناها الخاتم محلال والأحرام هي لا قالت موكا مش لبسني خاتم بشي يمس لي إيدي شوفوا معناها وانتو سلت تقوى فكانت الإجابة لها بما يقول الله عز وجل و بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أراه لا يجوز له قبل أن يتزوجك أن يمس يدك فشنون عملت بالضبط عطاء الخطيب الخاتم الأخته أخته لبستها هي وعطاها القلادة وأخته لبستها هي القلادة وهو ما مسهاش وجينا نثبته طلعت ثم سبر وثم عادة وعوائد خسرناها خسارة كانت موجودة معناها في بلادنا أنه كانت أخت الزوج هي اللي تلبس الخطيبة أخت الخطيبة تلبس الخطيبة مش هو يجي يلبسها ويوكلها بالمغرفة وكل فاها الأشياء التي تشين معناها مش حرام أنه بشي يجي نحلها طريف من المرتبات ولكن حرام أن يمس يدها هذا حتى يفهم مجمع لتول عايشينك السحبة والصداقة راه خطيبك لا يجوز له أن يمس يدك تحت 18 فوق 18 يقبلها المجتمع ربي من فوق سبع سماوات يغاروا عليك ربي من فوق سبع سماوات يحبك ويحب إيماءه أن تبقى معناها البنات يحبها تبقى شريفة عفيفة نظيفة حتى مستان ما يمسها الشاب إلا زوجها يمسها عندنا بطبيعة حكم المصافحة ونعرف الناس كل أنا المصافحة رأي حرام بين الرجل والمرأة صحيح كثير من الناس نيتهم سليمة ويصافح الرجل يصافح مرأة والله ما عندي حتى نية طبعا ولكن ثم ناس عندهم نية وثم ناس الوقت ليسلم يخلي ديه غادي كل فالشرع والنبي صلى الله عليه وسلم نهاء أن يصافح الرجل والمرأة شبينا اليابانيين وقت يسلموا مع بعضهم يسلموا بالتحية هذه وما تمسش لمرأة الراجل ما قلناش متخلفين نحنا وقت جينا للإسلام مش نعتزوا نجي نقول لا راني وقت لبش نسلم عجبين نسلم بيديه وباتلي ولا إسلام بطبيعة ووضع الخد على الخد وقبل بين الرجل والمرأة لا يجوز الخطيب أن يقبل خطيبته حتى من الخد لا يجوز أن يلبسها خاتم لا يجوز أن يشد يدها هذا حكم الله من فوق سبع سماوات باش ننصح شاب وشابة متعارفين الشاب يحكي لهو نهاري خريب بش يتزوج الشابة ذيك بش يوفر لها برشة أشياء ربما خيالية يحكي معها في الزواج هو معظم العلاقات بين الشباب ما يجبدوش موضوع الزواج بكل هي الساعة البنية بكرامتها وكل يستحيل تقول له أسمع فلان مش تأخذني ولا لا أما هو فمخه يخدم كما يرناه في السور المتحركة المالأخرى مخه يخدم في أمور أخرى يحب يخرج معها ويمشي معها ويهزها لدار صاحبه ويمشي يحوسه وياه ولكن يستحيل بحكم اللي قلت وانت بكري قلة المسئولية يستحيل يكون يخمش تزوج إذن باش تنصحه يشخصك نوصل للخطوبة نصح باش يكونوا صادقين في الحديث مع بعضهم بالضبط واضح وتنصح الفتاة أن تحدد العلاقة يا أستاذ حبيتني برك الله فيك وقلبك مالي برك الله فيك ماذا تريد أيضا وين تحب توصل بالضبط بهذه العلاقة هذه الحكمة شنوية تقتضي وباش تنصح شباب سيقدم على الزواج مدام كنت حبيتهم يعرسوا يخويا جاي معهم باش تنصحوا هل يحبي يتزوج معناه هو مصادق طفلة ولكن بنية الزواج حسين فضل حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحق أنا ما أقولش بحكم تجربتي لما حالة كبيرة شوية في العمر ما ميسالش أنا يظهر لي يظهر لي معناه كي واحد يعرف طفلة أحسن حاجة بعكس ما يظنوا الناس الكل ينقصوا من اللقاءات مع بعضهم هذه أول حاجة طوانا مثلا واحد يحب طفلة ويحب يعرس بطفلة ما يزموش يتلاقى معها باستمرار هذه أول حاجة الثاني حاجة ينفوها معناها تفهموا على الخطبة وعلى العرس يزمهم يسرعوا في إنجاز المشروع هذك قد ما يسرعوا قد ما خير معناها قد ما تنقص في الوقت والبريود متاع الخطبة قد ما خير للأيد والبناء وعندي الحق عندي من عرش واقع صارت معناها متاع واحد نعرفه شخصيا السيد هذي تعرف على طفلة الطفلة هذي كيتعرف عليها عمرها 13 سنة ستدير معناها صغيرة برشة برشة وأول ما تعرف عليها سبحان الله معناها قال لي في سلاتو أول حاجة عملها دعا ربي قال يا ربي إذا كان فها خير سهل فها وكاو سبحان الله كيسئلة عليها وسئلة على عائلتها معناها أفراد العائلة الكل صعاب معناها صعيب بش يقبلوا بنتهم تعرس وهي صغيرة معناها ولكن حب ربي وسهل ربي بش يعرسوا ويعرس بها وهو مصغار وتوى كونه أسرة صغير معناها بعد لوصلت السن القانوني بالطبيعة أي أي بعد ما وصلت السن القانوني هل يفهم هناك اللي واتزوجتها زوجتها وعمرها 13 سنة لا 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 بعد ما وصلت السن القانوني وحمد الله كونه أسرة وردقوا ربي بانين وبنات الحمد لله رب العالمين هذه اللي هي النية من اللو الخالصة والنية من اللو اللي هي الزواج نحب أن نعمل شوية قفزة إلى الماضي وإلى المستقبل كيف كيف خطر بش نحكيه على كيفاش كنا وكيفاش موجودين بعض الآن دول الإسلامية وكيفاش إن شاء الله يا ربي نوصلوا نهار كأن تصل العلاقات بيننا كما يحب ربي ورسوله نعطيكم فكرة أنه توى في كثير من الدول الإسلامية ثم ناس يتزوجوا وما يراها إلا بعد الزواج أي نعم توى موجودة فيبعث أمه تشوف وأخته تشوف ولكن هو ما يراهاش ثم واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سأتزوج فلانا قال هل نظرت إليها قال لا فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا في رواية أخرى قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ثم ثم مجتمعات وعاشوا قرون مئة سنين عديد الأزواج ما راش زوجه إلا ليلة الزفاف وعاشوا سعداء والحمد لله توى يشوفها سنوات ويختلي بها ويمشي معها ويجيل دارهم ويمشي لدارها وزعم بنية التعرف ويعرفها أكثر وكل وبمجرد الزواج شهر شهرين سنة ويحدث بيناتهم لا قدر الله الطلاق لماذا؟ لأن العلاقة اللولة هذه فسدت العلاقة لبعدها نحن كما قال حسين ننصح الناس أنه ما يتولوش الفترة متاع الخطوبة كنشوفوا منها الخطبة هذه مذكورة في القرآن مرة واحدة كلمة خطبة لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فقط مذكورة مرة في القرآن ذكرها مرة واحدة يفيد أيضا أنها مرحلة يجب أنها تكون طويلة رأي مرحلة وقتية بيش تمر من العجوبية إلى الزواج فإحنا إن شاء الله في الحلقة القادمة يا ربي نوصلوا إلى الخطبة نوصلوا أن الإنسان يمشي ويخطب هذه الفتاة وباش نشوفه كيفاش المرحلة من الأول هل ترى تعارف ولا خطبة ثم فرق بين التعارف والخطبة ثم ناس يجيهم واحد يقول راني جاي بش نخطب ثم ناس يجي يقول راني جاي بش نتعرف خاطر أي ولي ما يقبل هاش فكرة وجاي فلان بش يشوف بنتك ننصح الشابة بالذات بش يكون غالية غالية ما تخلي حد يمسلك يدك غالية ما تخلي حد يختلي بيك غالية ما تخلي حد يبعث لك اسماس للأول والثاني والثالث وكل مرة يزيد خطوة أراه الناس بصفة عامة يحبوا الغالي حتى شاعر يقول يا طالب الوصال من سيد العلا إن الوصال غالي وما غلا حلا وما غلا حلا الغالي دي ما أحلى مش كما رخيص اللي مسيب اللي ساهل اللي يجيه نجم يهزه رأوا هذيك ننصح الطفلة دي ما بالعفة والحياة والغلاء إذن يجي إنسان بش يتعرف ما يقولش جاي بش نشوف بنتك جاي بش نتعرف وثم قصة مثلا خاطر نحبوا نحكيه بمورة تطبيقية ثم واحد هزب ولده معاه ماشي بش يشوف لبنية اللي اختارها ولده وصلوا للدار السلام عليكم هزوا معاهم شوية مرطبات دخلوا قالوا رانا جينا مش نتعارفوا محلاها الكلمة ايه تعارفوا شوف بوه لبنية شاف لبنية وشاف أم لبنية وشاف بوها وأم الخطيب شافت لبنية أيضا حكاوا مع بعضهم شوية عاي السلام عليكم بسلامة بسلامة هم مراوحين فالأم الطفلة هزي التليفون قالت ملا اختبتوا البو قال لا رانا مخطبناش رانا جينا نتعارفوا قالت لا احنا حبينا خطبة قال حبيتوا خطبة عايما لا السلام عليكم خطبة ثم فرق بين هذا التعارف عليش حبينا نسميوها المرحلة هذه رأوا جينا بشي نعرفوا جينا بشي نشوفوكم ونسألوا عليكم ما جيناش نخطبوا فيكم لأن الخطبة نشوفوها الحلقة القادمة رأي وعد انسان اعطاه وعد واذيكا ولات محجوزة ثم أحكام شرعية نشوفوها المرة الجاية ان شاء الله أما اللي جاي يخطب رأي ذيكا مسألة أخرى جاي يخطب كان هما في بالهم من لو وليكون البوه ولنسألوا وعندهم الإجابة نعم أم لا وإلا يجيوا مرحبا بكم جاينا بشي نخطبوكم معناها الأمر مقرر ومتفهمين ومنشاكين في الأمر دخلوا رأنا جينا خطبين بين تحسب ونسب تقولوا اعطينا فرصة حتى نسألوا على الشاب ونسألوا نشوفوا شنية أخلاقه وورا وانتوا معايلة طيبة ما شاء الله أما خلينا مش نزيدوا نتأكدوا وصلنا والحمد لله في آخر هذه الحلقة حكينا أمور تطبيقية بيش نوصلوا لمسألة الخطبة وعبد الكريم يأكد على نقطة بين الشاب والشاب يحبهم يخطبوا بالسير فاضل في أول حاجة سيرفق التعقيب الصغير على هذا رأوا التعارف مش تهز مرتك وولدك وتمشيوا للناس معانتها السلام عليكم رأنا جينا نحبهم نتعرف عليكم وهما ماشي في بالهم نية الخطبة معانتها احترام زادة مشاعر الناس كي مش تتعرف على ناس ولا بش تتسأل عليهم تراقب تشوف ولكن كي بش تمشي وتهز عائلتك وتمشي أنا حسب اعتقادي بش تمشي تحترم مشاعر الناس بش تمشي تخطب مش مش تمشي تتعرف عليهم اللي واقع الآن أنه عديد الناس يجي يتعرف ما يجيش من لول يخطب خطب الخطبة التزام كان جيت نخطب معاناها زايد الجاية متاعي معانتها قصد ما تحطش في نية الناس اللي انتي معانتها جايب بش ما كانت زيارات مسانسين تمشوا تجو على بعضك متفقين ما كانك هكا لعمرك مشيت لهم ولا عمرهم جاوك وانتي مشيت هزيت ولدك ومرتك ومشيين بش تعرف عليهم أول مرة في الواقع قصد الخطوبة مشيين تعرفوا قصد الخطوبة مازلت معارسش لولدك مازلت معارسش لولدك بش تنصح الشباب والله هو تقريبا عندي نحب نقول الإنسان يرعي ربي يرعي حدود الله ما يتعدى وش حدود الله أو الحاجة يعرف مع شكون يمشي الشاب يعرف مع شكون يمشي الشابة تعرف مع شكون تنشي هذه النسيحة اللولة حسن الاختيار ثنين مراعاة حدود الله لا تجاوز لحدود الله كيف قلت انتي بكري معانتها واحد ما يمسلش الناس معانتها اللي هما محارمين عليه بش يمسهم وما يقبلش الناس محارم عليه بش قبلهم يعطيهم نصيحة وقت يستحقوا نصيحة معنتها ينصحهم وقت يستحقوا عينة يعاونهم وإذا قرر وحبك لبنية هذيك وحط في باله باش يخطبها يمشي يتوجه حتك العلاقة في إطارها الطبيعي اللي هي إطار العائلة المرة الجاية إن شاء الله الحلقة القادمة سنتحدث عن بعض الأحكام الفقهية فيما بعد الخطوبة هل يجوز للخاطب أن يحدث خطيبته بالهتف هل يجوز للخطيبة أن تعطي سورتها لخطيبها هذه الناس رأوا تسل فيها والحمد لله أتوان سيبعثوا في أسئلة على الصفحة متاعنا يحبوا يعرفوا الحلال والحرام يحبوا يعرفوا وين طاعة الله لأن طاعة الله فيها السعادة معصية الله ليس معناها تدخل النار يوم القيامة فقط ولكن رأي شقاء في الدنيا واثنية هذيك توصل للظلال فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكة ثم الناس فهمين هذه هذا كان لاش يسئلوا الحلال والحرام السؤال إذن هل يجوز أن يخطب الإنسان طفلة مخطوبة يحب نخطب ابنها وهي مخطوبة سؤال آخر هل يجوز التحدث مع المخطوب على سكايب شوفني ونشوفها فما بالك قبل الخطوبة بالتبع وأسئلة أخرى سوف نراها في الأسبوع القادم إن شاء الله حتى نتبين الرشد من الغي ونتبين الحق من الضلال ونتبين الخير من الشر ونتبين النفع من الضر في هذه العلاقات اللي نحبها ديمة تعمل تواصل القلوب وتوصل إلى الخطوبة ومن الخطوبة توصل إن شاء الله إلى الزواج والسعادة الأبدية في الدنيا الآخرى لنا ولكم دمتم في الحفظ الله إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالخير ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ترببنا وتعالي الخير كله بيديك والشر ليس إليك نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا فرجيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا